هو لقاء تحضيري بمراكش خصص لمناقشة الترتيبات المتعلقة بتنظيم الملتقى الدولي للقنص المستدام الذي ستحتضنه المدينة الحمراء العام المقبل. اللقاء توخى وضع خريطة الطريق لتوفير كافة الظروف لإنجاح هذا الملتقى الذي سيعرف مشاركة العديد من الدول، فضلاً عن تدارس بعض القضايا المرتبطة بالتأثيرات السلبية على الحياة البرية. لا يخفى على الجميع مدى الضور الذي العبو القنص في الحماية على الحياة البرية وعلى الواحيش إذا كان مسؤولاً وإذا قمنا بتحسيس القناصة الذين يفوق عددهم الآن 68 ألف قناص وكذلك الجمعية أو الجامعة المغربية للقنص التي تضم هذه الجمعية. نحن الضباب إن شاء الله مقبلين على الموسم الجديد للصيد والذي يبدأ في السيسة أكتوبر إن شاء الله. نحن الضباب إن شاء الله مقبلين على الموسم الجديد للحياة والتحضيرات والتقطيرات التي تكون وما يخص المجال كله. هو الإعادة والذي يقوم بعمل البلاد من ناحية السياحية والتجارية. هذا واعتبر المتدخلون أن تنظيم الملتقى الدولي للقنص المستدام يشكل فرصة للتعريف بما يزخر به المغرب من مؤهلات طبيعية وسياحية وثقافية ستسهم في استقطاب نوع جديد من السياح الأجانب والاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال السياحة الإيكولوجية والتضامنية.